السلام عليكم و مرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم نشارك معكم اقتراحات لما ادت العيد عيد الفطر ان شاء الله اللي يدخلون بالصحة والعافية و يبلغنا ان شاء الله رمضان العام المقبل على احسن حال اقتراحات اللي اقتراح لكم في هذا الفيديو كيكا وبغرير ومعسلة ومسيمنات مع مرين بالكريم باتيسيغ يأتي المسيمنات مورقين ويأتي خفاف مع سليم من بره وعامل بالكريم من الداخل يأتي بحل الميلفة ارقاق الشاشة نتمنى ان يعجبوكم وبغرير 10 دقائق بدون اختمار غير ان نطحنه ونبدأ نطيفه مباشرة يأتي خفيف كمية قليلة والتي ستضعف المقادر ستضعفها وحلوة معسلة حلوة القصيبات حتى ايام الحلويات زمان عوض الرغيفات اللي فيتمنى نحطهم في القناة اللي بغير يرجع للفيديو راكي جوزوين نذكر الرغيفات مع مين بكاوكاو هذه حلوة القصيبات تجيزوينة وكيكا تجيغاية وكيكا تجيغاية تجيزوينة بالنسبة لأول اقتراح هو عجينة المسمن خمارة وفانية ومعالقة كبيرة السكر السنينة والملح وعجينة المبارد عجينة المسمن العادية ندلكها مزيان ونجعلها أطول مدة ممكنة في البلاستيكة بشترتيح ليا وتعطني الطوع منه ونقوم بإمكانك نجعلها نجعلها كريم باتيسيغ ونجعلها 3 معلقة السكر السنينة ومعالقة الكبار كريم باتيسيغ كيسان الحليب ونضعها ونضعها من البوطة ونحركه جيدا ونضعها من البوطة ونضعها من البوطة ونضعها ونضعها في تلاجع ونضعها بالنسبة للأخوات يضيفها ونضعها 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 ونشكلها حيني ونضعها 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 ونستعني بالزيت نروع للقراء نستعني بالزبدة ندهن في كل طيش ويد الزبدة ندير الزبدة ونربع المسمن ونخليه حتى نسالي ونرجع المسمن اللولى نورقها ونوضع الكريمة الوسط ونلف ونحطها لتحت نرقق المسمنة نحاول الكريمة أن نخفقها بمعلاقة لأنها تقسح ونلف على المسمنة الفران دائما يكون سخون جيد حتى يتورق لنا هذا المسمن يكون سخون من فوق وملتح لأن الضارجة مرتفعة ندهن من الزبدة ونطرسيهم بشي سكين وغاز وغ ومني كي طيب وليا ندخلهم من الفران ونقص البطوحة حتى نقص الفران نجعلهم حتى يتحمرهم وندهنهم بشوية العسل ونزينهم باللوز كونكاسي أو كاوكاو أو اللوز إيفيلي كي يجوا مورقين من القرمشين والكريماء من الداخل كي يكون هذا وشكل ديالهم دائما الفرن يكون على درجة حرارة مرتفعة يسخون مزيان من قبل ندخلهم للمسمن حتى يأتيني مورق من بعد مني كي بانوية نفخه نطفع الفقينة ونجعل هذا يطيب على خاطره ندوز الكيكا عندي جوج مع القبارة الكاكاو كاس إلا ربع سكر ساندة كاس إلا ربع زيت ساشي نيس كافي جوج بيضات ياغورت دانيت شوكولة مع الخميرة ونصف الخميرة ونصف الخميرة ودقيق حسب الخليط نخلط الزيت والسكر والجوج بيضات ونصف القهوة سريعة الدوابين ياغورت ونستطيع شوكولاتي ياغورت الفاني هذه الكيكا تأتي هائلة في فن البنات تجربوها وخصوصا إلا كانت تباعدها جيدا ثم نخلط الخليط حبيبات قهوة سريعة الدوابين ونضيف جوج مع القبار كاكاو نغرب لهم حبيبات حبيبات ونضيف حبيبات 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 وقهوة السبعة جرام نضيف 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 طحين بشوية بشوية حتى كنحصل على قوام ديال كيكا يكون خفيف ما يكونش تقيل بزاف. نتفرر نكون شاعلة يسخون على عافية متوسطة. كنضيف خمارات في آخر آآ الطحين الآخير. نخلط حتى كنحيد هذا كل حوب يبدو الطحين يتحيدوا لي وكي يكون هذا هو القوام ديالها كندخل الفران على درجة حرارة متوسطة حتى كنطيب من التحت حتى كنحبطها من الفوق ما كنت أخذش طيب بزاف وما نخلوهش طيب بزاف حتى تقسح. كندوج كنوجد الكريمة عندي جوج كسين ديول الحالي بيكونوا معامرين. عندي جوج معالق ديول آآ الشوكولات آآ الحلو. جوجة المعالق كبار ديول سكر سانيدة كاس إلا ربع ديال الفورس بحين الفورس أو الطحين الأبيض. وجوجة معالق كبار ديول ميزينة. كنخلط الخاليط مزيان. وكنحاول نصفيه. بجحيد من ذلك الحبيبات ديول طحين. وكنوضعه فوقه من النار مع التحريك حتى كاعقاد. الكسين اللي عبرت بهم كسين ديول العنبة. يكونوا عامرين ديول الحليب. وكنوضعه في تلاجة حتى كيبرد. كنحاول نضيلي عليه بلاستيكا. ونلصقها عليه باش ما تكونش لي واحد طبقة من الفوق. من بعد ما خرجت الكيكا سقيتها بالحليب. او بلي بيسقي بالقهوة يسقيها. ونضيف لهذه الكريمة كنضيف لها لاموس ديال الشوكولات. كيعطيها واحد الكريمية يزوينة. جربوها بهذه الطريقة. كناخد طراب وكنتطرب الخاليط كامل وكنزيد هذيك لاموس. وكنضيف الحليب بشوية بشوية حتى كنحصل كريمة. كريمة تكون كريمية يعني تكون خفيفة. ما تكونش ديك الكريمة اللي كنعرفوها عاقدة. تطراب دائما وكنضيف الحليب. حتى كنحصل على ديك الكريمة كريمية. كتجيها الى بهذا الفلون الليدرتز. وبهذا الموس. ديال الشوكولات. ودهك المداق ديال الحليب ديال الشوكولات اه المحلات. اه معروف. كنطرب وكنضيف الحليب حتى كنحصل الى كريمة. على هاد الشكل. خفيفة وكريمية. الكيكة ديالي بعد ما تشربت لي هاداك الحليب اللي سقيتها بها سقيتها مزيان. بالحليب. كنوضع فوقنا الكريمة. وكنزينها بحوب يبهدي الشوكولات او الفيرميسيل. وبسلطة الشوكولات. ولكن حك الشوكولات في الحكاكة وكنديروه عشوائي من الفوق. كندخلت تلاجة برد. الموس ديال الشوكولات ضروري يكون في تلاجة مزيان بارد. هالي كنضيفو على ذلك الخليط اللي اللي وجت. باش تطلع عليها كريمية. كيكة من بعد من بردات شوفوا الموس كيدوز فيها. طي ورطبة. غزالة بنت هالكيكة ضروري تجربوها. وتردوا لي الخبار في الكومونتر كي جاتكم. جات فنة فنة غير جربوها. يعني بلا عيد. ما نرح العيد ان شاء الله لم جربتواش في العيد. نجربوها في ايامات العادية وضروري تكون باردة. شوفوا القوام ديال الكريمة كدير. كتشهي حقا. والكيكة مسقية. نسقوها بالحليب او بخليط ديال القهوة. ندوزو البغرير. عندي جوج كسان ديال الماء دافي وجوج كسان ديال السميد الناعم. معلقة ديال الملح صغيرة. خمارة. جوج خمارات. والملح. وكم دانضيف. طحين. نضيف الماء بشوية بشوية. هاد الكاس الثالث. اضفت منه تقريبا. نصف الربوع. يعني غير واحد شوية. وكان طحن مزيان. الخليط خاص يطحن. يطحن. يطحن ويتعاود. حتى نحصل على هذه الفقاعات. ضروري الفقاعات يكونوا. جوج كسان ديال السميد الناعم. كسان ديال الماء. معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية. رجوج خمارات. معلقة صغيرة ديال الملح. كنطحن مزيان الخليط حتى كنحصل على هذه الفقاعات. كنضيف واحد شوية ديال الماء. نصف ربوع ديال الماء. وكان بضع نطيب فيه. مباشرة من بعد ما كنجمع هذه المميانات ونوصلهم. كنطيب فيه. دائما كن ناخد المقلعة. وكان نبرده شوية بالماء. وكان بضع طيب كنجم حجم صغير. كيكون هذا وشكل دياله. ضروري يطحن مزيان في الخلاط الكهربائي. نطحنه المرة اللولة والثانية والثالثة حتى نحصل على ذلك الفقاعات. وكيكون بغرير ناجح. دائما المقلعة كن كبع لها شوية ديال ما باشتورد. وكان بظن طيب في البغرير الاخر. بغرير كيبغي العافية تكون شوية مجهدة. هذه الكمية اللي خرج ليها كمية قليلة. وليبغي يضعف المقادر. ركي يضعف ها. نستمر نطيب فيه حتى نكمل. العجينة كاملة اللي عندي. وكان نوضعوه في طبق تقديم. يجي خفيف و يجي مخرج. بالنسبة للحلوة للقصيبات عندي هنا يا. ستل كيسان ديال فورس. خمارة. راس معلقة ديال القرفة. معلقة كبيرة ديال نشط دورة ميزينة. جوج المعالق كبار ديال ججلان مصهد ومتحوني مزيان ومغربل. راس معلقة ديال الخميرة ديال الكيموية. صاشي ديال فاني. شوية الملح. مسكة حرة طحنة مع شوية سانيدة. نصف كاس ديال الزبدة مدوبة. كان بس بس هدك تحين ديالي بهادك شوية ديال بادك نصف كاس ديال الزبدة. حتى كي تلبس لي بادك الزبدة. وكان عجل العجين بالحليب. حليب باد. فيها المضاق ديال الججلان وديك المسكة الحرة. تأتي بحل شبكية. هذه الحلوة ديال القصيبات. حلوة ديال الزمان. كانت تقدرين الويدة ديالنا في الأعياد. كانت عزيزة لينا. حبيت ان نديرها في هذه العياد ان شاء الله. موارف كندير دوك الرغيفة ديال الكاوكاو. احطتهم في القناة حتى يجو اكتر من رائعين. بعد ما عجنت العجين اعجينة. ننسيت واحد معلقة صغيرة ديال الخل. كد تعطيها واحد الهيشوشية. قد ضفتها. وشكلت كويرات. نديري لدينا نفس الشبكية كل فن يجري فيهم هذا الجوية وضادة تبويقة. يجو خاويين من الداخل. ندير علينا كامل بنفس الطريقة. ونبدأ بأول نستعمل نشط دورة غير شوية لكي لا تحرق في القليل و ندوزها بحال شبكية على النمرة على الرقم دائما نخليه أرقم في الأخر و نخرج نخرجها رقيقة و ندير شرائط جرارة و تكون لديك قصيبات يكون لديهم الخياطة و لها مين الصابرة يكون غاسلا و مرق دائما في الماليلة كاملة و نحاول أن القصيبات لا يكون لديهم هذه الحرشية لأنها تشد لي في العجينة و ننفذ بشوية الماء و نريد اللصق في الأخر بشوية الماء لكي لا تحلو لي في القليل الماء و نضغط على ماء و نضغط على الها و لكن ضروري من الماء و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف و لسق من الماء لكي لا يكبر سوف نستمر لدي 18 قصيبة وهذه القصيبة تركين في الاليمينيوم كي تباعه عند باقي على وزم الحلويات غير انا ما لقيتهم وما لقيتهم سالة وما لديه مني كنسالي العجينة ديالي ماشي العجينة كنسالي غير واحد جوج شرائط جوج ونقليه لكي تخولي اخوه لكي ترجع اللفع انا ما وقفت نهائية القليان كنحيضهم سخون كندير الزيت يسخل مزيان بعد كنقص عليه كي يطيبوا اليمين الداخل ودائما كنقلبهم كي يتحمروا يم جميع الجوانب وعندي العسل هذه الزيتية اللي ملصقش بالماء تحلت من هذه الجاعة بعد كي يكون لون ديالهم دهابي كنسقطرهم من الزيت وكندير الكمية المتباقية عندي كندوز مباشرة كندير واحد المنديل وكنجرهم هم سخون بهالطريقة بلدان وكندير الحروشية يكونوا ملسين من الأحسن وكندير القلية كتقلة وكنديرهم في العسل وهم سخون كي تشربوا لي العسل يجيب محمى يحتم من الداخل من جهدوش عليهم العافية وكندوز كندير لف هذه القصيبات اللاخوين كنديرهم على الشرائط يكونوا مورقة العجينة موجودة وكنديرها على القصيبات لكي لا توقف القليات نهائيا بعد مفنتهم في كاوكا وكي يكون هذا هو شكل ديالهم مقرمشين وشاش كي يكونوا زوينين نتمنىكم تجربوهم كانوا هذه الاقتراحات نتمنى يعجبوكم وينالوا استحسان إذا عجبكم الفيديو شاركم الأصدقاء والأحباب نشكركم على التعليق الذي تجعلوا لي إذا كنتي أول مرة تشاهدين القناة لا تنسيش دائما الاشتراك الضغط على زر الإعجاب لكي يوصلك أي فيديو عيد مبارك سعيد مسبقا دمتم في رعيتي الله وفي فيديو آخر إن شاء الله